وَكَالَ الْحُبُّ لِلْقُرْآنِ رَائِدُنَا وَمَانِلْنَا الْأَمَانِ الْبِيضَ لَوْلَاهُ أَتَذْكُرُ كَمْ تَزَاحَمْنَا نُرَتِلُهُ فَعَلَّمَنَا إِخَاءً مَا نَسْعِنَا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحمدك ربي حمد عبد رجاؤه فيك بعيد وأشكرك ربي شكر عبد طلب من ربه المزيد وأستهديك ربي هداية عبد ضال شريد أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمد عبدك ورسولك خير من دعا إليك صلِّ وسلِّم يا ربنا دائما وأبدا عليه وعلى كل صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله واتحايا مفاتيح القلوب يتجدد اللقاء بكم وتطيب آذاننا لسماعكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وقبل البدء أذكركم بأن رقم المشاركة موضوعا على الشاشة لمن طابت له نفسه المشاركة المباشرة أو التسجيل المسموع كنا يوم أمس قد أخذنا مخارج الحروف ولا سيما كنا تحدثنا فيه عن مخرج النون ووقفنا عند قول إمامنا الجزري عليه رحمة الله والراء يدانيه توقفنا عند قول الإمام فجيم الشينياء والراء يدانيه لظهر أدخل توقفنا عند مخرج الراء إلا أننا اليوم سنتوقف عن الحديث عن مخارج الحروف وسنواصل حديثنا فيه عن صفات الحروف وكنا أيضا يوم أمس قد أخذنا صفتي الهمس والجهر مع بيان تعريفهما ومع بيان ما يترتب منهما من أن الهمس يترتب منه جريان لهواء النفس وأن الجهر يترتب منه الحباس لهواء النفس وبينا ذلك مع الأمثلة وكفينا فيه ووفينا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم الجميع لما فيه رضاه واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف عند قول إمامنا الجزري عليه رحمة الله مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر فماذا يقصد إمامنا الجزري بقوله شديدها لفظ أجد قط بكت وأيضا ماذا يقصد بقوله وبين رخو والشديد ما هي الشدة وما هي الرخاوة وما هي البينية التي بينهما فأولا الشدة يا كرام في اللغة من القوة الشدة في اللغة من القوة فعندما نقول هذا شديد على أمر دينه أي هذا قوي في أمر دينه والشدة التي نعنيها هنا في الصلاحنا هي عدم جريان الصوت عدم جريان الصوت نتيجة لغلق المخرج نتيجة لغلق المخرج وللعتماد أو لقوة الاعتماد على المخرج لقوة الاعتماد على المخرج الجانب العملي في صفتي الشدة هي عدم جريان الصوت عدم جريان الصوت وحروف الشدة ذكرها الإمام الجزري عليه رحمة الله بقوله أجد قط بكت أجد قط بكت فالشدة يا كرام كنا دائما ما نتحدث عنها بأن كل حرف شديد انغلق مخرجه فإذا انغلق مخرج الحرف احتجنا له لصفة معالجة لأن الشدة في الأصل هي انغلاق لذات مخرج الحرف فعندما نقول مثلا أج وعندما نقول مثلا أق وعندما أيضا نقول مثلا أت فانغلق المخرج انغلاقا تاما وهذا ما نقصده بالشدة والحرف الشديد كما ذكرنا يحتاج إلى صفة معالجة الحرف الشديد يحتاج إلى صفة معالجة لنسمع صوت الحرف من حروف الشدة خرجت لنا صفتان نصطلح عليهما أنهما صفتان لمعالجة حروف الشدة فخرجت لنا القلقلة ألا وهي الاضطراب الذي يحدث في الحرف فالقاف لو لا القلقلة لما تبينت لنا لأنها حرف انغلق فيه المخرج فعندما نقول أق انغلق المخرج انغلاقا تاما فلا نسمع للقاف صوتا لذلك كانت صفة القلقلة صفة معالجة لحروف الشدة ولا سيما حروف قطب جدي فنقول أقو وأيضا نقول أج وأيضا نقول أد فإذا صفة القلقلة كانت صفة معالية لحروف الشدة لحروف قطب جد لأن في صفة الشدة ينغلق المخرج انغلاقا تاما وأيضا كان الهمس في الكاف والتاء صفة معالية لحرف الكاف والتاء أيضا لانغلاق مخرجيهما فعندما نقول أد وأيضا عندما نقول أد انغلق مخرج الكاف والتاء انغلاقا تاما فاحتجنا إلى صفة تبين لنا أن الكاف أن هذه كاف وتبين لنا أن هذه تاء فصرنا نقول أك أك هنا تبين لنا صوت الكاف وعندما نقول أيضا أد أد هنا تبينت لنا أن هذه تاء فنكون أخذنا بإجمال عن صفة الشدة وخلاصة الخلاصة في صفة الشدة أن حروف الشدة أو أن حرف الشدة حرف انغلق فيه المخرج فلا نكاد نسمع له صوتا فاحتاجت هذه الحروف ألا وهي حروف أجد قط بكت إلى صفة معالجة تعالج لنا هذا الانغلاق بتبين صوت الحرف فيهما يأتي سؤال الهمزة من حروف أجد قط بكت الهمزة حرف شديد إلا أننا لا نقلقل الهمزة ولا نهمس الهمزة الهمزة يا كرام سنذكر فيها سببا واحدا لماذا لا تقلقل الهمزة لأن الهمزة يا كرام لها أحوال لأن الهمزة لها أحوال فتارة تحذف الهمزة وتارة تسهل الهمزة وتارة تنقل الهمزة هلوم مجر لأن الهمزة هنا لديها أحوال كثيرة منعتها من القلقلة وهناك أسباب أخرى هذا ليس موضوع بصها موضوعة في كتب التجويد لمن شاء الاستزازة في هذا الأمر وثانيا صفة الرخاوة ماذا نقصد بالرخاوة الرخاوة في اللغة يا كرام من اللين الرخاوة في اللغة من اللين استلاحا الجريان التام للصوت الجريان التام للصوت لضعف الاعتماد على المخرج لضعف الاعتماد على المخرج وحروف الرخاوة هي ما عدا حروف الشدة واللين حروف الرخاوة ما عدا حروف الشدة والبينية اعتذر والبينية فالجانب العملي الذي نرجوه من القارئ عند نطق حرف الرخ أن يجري فيه الصوت جريانا تاما يجري فيه الصوت جريانا تاما فنقول أس أس لأن السين هنا حرف رخو هي حرف يجري فيه الصوت وأخيرا نأخذ الحرف البيني ماذا نقصد بالبينية البينية في اللغة من التوسط والاعتدال البينية في اللغة من التوسط والاعتدال واصطلاحا هي الجريان الجزئي للحرف الجريان الجزئي للحرف فلا ينغلق المخرج انغلاقا تاما كحروف الشدة ولا يجري الصوت جريانا تاما كحروف الرخاوة لذلك قال وبين رخو والشديد لن عمر وحروف البينية حروف لن عمر وفي موضع آخر بإذن الله تبارك وتعالى سنبين لماذا حروف لن عمر هي حروف بينية وسنأخذ على ذلك مثلا في حرف النون مثلا فالنون يا كرام حرف بيني ماذا نقصد بالحرف البيني في تعريفه؟ قلنا أن الحرف البيني هو الحرف الذي يجري فيه الصوت جريانا جزئيا لا ينغلق المخرج انغلاقا تاما ولا يجري الصوت جريانا تاما لذلك عندما ننطق النون فنقول العالمين عالمين ولا نقول أي لا يجري الصوت فنقول العالمين هكذا صارت النون رخوة جرى فيها الصوت وأيضا لا ينغلق المخرج لا ينغلق مخرج النون انغلاقا تاما فيقول العالمين العالمين فالنون حرف بيني يجري فيه الصوت إلا أن الصوت يجري فيه جريانا جزئيا كذلك في اللام وكذلك في العين وكذلك في الميمي وكذلك في الراء ونكون بذلك قد انتهينا من بيان هذه الصفات أي صفتي الشدة والرخاوة وبينهما البينية وهناك أمر لا بد من التعليق عليه هنا بما أننا ذكرنا حروف الشدة وحروف الرخاوة وحروف البينية أزمنة الحروف يا كرام في هذه الأحرف الثلاث ليست على مرتبة واحدة ليست على مرتبة واحدة وقد نكون قد نوهنا على ذلك في حلقات سابقة فقلنا أن زمن الحرف الرخ أطول من زمن الحرف البيني زمن الحرف الرخ أطول من زمن الحرف البيني وزمن الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد وهذه قاعدة عقلية لأن الحرف الذي يجري فيه الصوت لا بد أن تكون مدة زمنه أكثر والحرف الذي يجري فيه الصوت جريانا جزئيا لا بد أن يكون زمن الصوت فيه أقل والحرف الذي لا يجري فيه الصوت لا نجد عليه مدة زمنية وهذا في قول الله تبارك وتعالى مثلا يستبشيرون يس السين هنا حرف رخو الباء حرف شديد فنقول يستب انظروا زمن الحرف الشديد يستب أستب أس أب أس أب إذن زمن الحرف الرخو أطول من زمن الحرف الشديد وزمن الحرف الرخو أيضا أطول من زمن الحرف البيني فعندما نقول يستبشيرون عندما نقول أن ونقول يس أن يس بان لنا أن الحرف الرخو أطول زمنا من الحرف البيني وبان لنا أيضا عندما نقول أن أب أن أب أن زمن النون التي هي حرف بيني أطول من زمن الحرف الشديد ألا هو حرف الباء فعندما نقول أن أب أن نون مدة زمنها أطول من الباء الحرف الشديد فإذن القاعدة بعدما أخذنا صفة الشدة والرخاوة وبينهما البينية أن زمن الحرف الرخو أطول زمنا من الحرف البيني وزمن الحرف البيني أطول زمنا من الحرف الشديد ونكون بذلك قد استوفينا حصتنا اليوم في التجويد وأخذنا القدر المطلوب وفي الغد بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ ما توقفنا عليه من مخارج الحروف ونواصل في بيان صفات الحروف وكنا في الأمس قد توقفنا على التعليق على سورة الأعلى ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى قراءة سورة الغاشية والفجر إلا أننا نقرأ الغاشية أولا ونعلق على ما فيها من أحكام ثم بعد ذلك نستقبل مشاركاتكم وإذا كان في الوقت بقية نأخذ ونقرأ بإذن الله تبارك وتعالى سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها ثرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ثطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ونأخذ بإذن الله تبارك وتعالى معلقين على هذه السورة ففي الآية الأولى في قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية ننبه القارئ هنا إلى ضرورة إعطاء الغين حقها من التفخيم ولا سيما أن التفخيم هنا في أكمل درجاته لأن التفخيم وبعده ألف فهذا قول وقيل بل مفتوحها مع الألف إذا وجد حرف مفخم وبعده الألف هذه أكمل حالاته على مذهب الإمام الجزري فنقول الغ الغ وكثيرا ما نسمع الغ الغ لا الغ هناك فرق بين غ وغ غ غ سنتحدث عنه غدا بإذن الله تبارك وتعالى في صفتي الاستعلاء والاستفال فننبه القارئ هنا إلى إعطاء الغين حقها فنقول غ هل أتاك حديث الغ 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 وأيضا من إعطاء الهاء حقها من الهمس ولا ينقطع صوت الهاء فنقول الغ الغ شية غ شية غ شية الغ شية وفي الآية الثانية ننبه في أن التنوين وبعده يا حكمه الإدغام بغنة وهذا في قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة وجوه من إدغام التنوين هنا إدغاما بغنة في الياء وأيضا من عدم إطالة التنوين في قول الله تبارك وتعالى يومئذ خاشعة لأن الحكم هنا الإظهار فننبه القارئ من عدم الإطالة في صوت الغنة فيقول يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة ولا يطيل زمنها وفي الآية الثالثة في قول الله تبارك وتعالى عاملة ناصبة من عدم من تخليص النون من تخليص النون المشددة هنا من التفخيم نسبة للصادي بعدها فيقول ناصبة نا لا نا ناصبة نا نا وليس نا نا ناصبة عاملة ناصبة نا ناصبة وفي الآية التي تليها أيضا من تخليص التائي من التفخيم نسبة للحرف الذي بعدها فنقول تا تص لا تص لا تص لا ولا يقول تا تص لا تص لا فلابد من إعطاء كل حرف حقه من الترقيق ومن التفخيم فيقول تا ص تص لا تص لا وأيضا من عدم إشابة اللام التي بعدها أيضا بشيء من التفخيم فيقول لا تص لا 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 تص لا تص لا وفي قول الله تبارك وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع من إخفاء النون الساكنة في الضاد إخفاءا من تفخيم غنة الإخفاء هنا فيقول إلا من من وأيضا من عدم ملاصقة اللسان للحنك الأعلى فيقول من لا لا بد من عدم الملاصقة فيقول من ض من ضريع من ضريع وأيضا في العين بما أننا ذكرنا صفات الحروف أن العين من الحرف البيني إذن يجري فيه الصوت جريانا جزئيا ولا ينقطع فنقول ضريع ضريع جرى فيه الصوت إلا أنه حبس وأيضا في قول الله تبارك وتعالى لا يسمن ولا يغني من جوع من إعطاء السين والغين حقها من الرخاوة فيعطيها زمنها فيقول لا يسمن ولا يغني وأيضا في قول الله تبارك وتعالى لسعيها راضية أيضا من ضرورة إعطاء العين حقها من البينيين لأننا كثيرا ما نسمع لسعيها أو لسعيها لسعيها فلا يعطي العين حقها من الزمن الذي تحدثنا عنه وفي قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أيضا المتتالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية من عدم أيضا انقطاع صوت الهائي وجريان نفسه فنقول في جنة عالية عالية وأيضا لا تسمع من إعطاء السين حقها لا تسمع فيها لاغية لاغية وأيضا فيها عين جارية جارية وننبه في قول الله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أولا من إخفاء النون هنا ومن تفخيم أيضا غنة الإخفاء في ينظرون ينظرون وأيضا نحذر من عدم ملاصقة اللسان للحنك الأعلى فيقول ينظر 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 فيصبح أقرب للإظهار وفي قول الله تبارك وتعالى خلقت خلقت كنا تحدثنا عن تحدثنا عن صفة الهمس واليوم تحدثنا عن صفة الشدة ونريد أن نبين للقارئ أن التاء التي لها صفة الشدة والهمس هما صفتان متتاليتان الشدة أولا ثم الهمس الشدة أولا ثم الهمس فلا تكون التاء شديدة فنقول خلقت فلا يوجد همس ولا تكون التاء أيضا مهموسة فيقول خلقت خلقت لا تكون هناك صفة الشدة لا صفة الشدة أولا ثم صفة الهمس فيقول خلقت هذه الشدة ثم يجري الصوت خلقت خلقت وأنا في كثير من الأحيان أيضا ما أعمل فاصلا بين الشدة والهمس لبيان الفرق بينهما إلا أنه لا يوجد فاصل زمني بين صفة الشدة وصفة الهمس فيقول خلقت خلقت وأيضا في قول الله تبارك وتعالى روفيعت وإلى السماء كيف روفيعت كيف روفيعت وأخيرا في قول الله تبارك وتعالى لست عليهم بمسيطر من إعطاء الطاء حقها من الكسر من إعطاء الطاء حقها من الكسر ونبين أو نذكر أن حكم الراء هنا في قول الله تبارك وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أن حكم الراء هنا الترقيق لأن الراء سبقها كسر وفي قول الله تبارك وتعالى ثم إن علينا حسابهم من مراعاة زمن الميم والنون المشددتين لأن الغنة فيهما أكمل ما تكون وقبل الختام نقرأ سورة الفجر ثم نعلق عليها في الغد بإذن الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْثُ الْمُطْمَئِنَّهَ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّةِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا وصل يا ربنا دائما وأبدا على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكان الحب للقرآن رائدنا أمان إلا الأمان البيض لولاه أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسعنا